بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والبعض يعتقد أن هذه المؤسسات ملكية خاصة والإخوان زاهم الله خير لجد ميزانيات أنه رفضتوا ميزانيات مع الابحاث يجب رفضها لأنه اللي قاعد على هذه المؤسسة لا يستحق أن يستمر فيها ما يستحق لكن مع الأسف عندنا وزراء ما يدرون ما يدرون والأقالهم إذا أنت تحضر بالميزانية يهدزها ما يدري لذلك الأخير الرئيس هذا المسؤول مفروض يمشي لا كويتين قاعد يعينهم لا مجالس إدارات قاعد يحضر لا ديوان خدمة يرجع له في تنفيذ القوانين ما حقه قاعد؟ وين الوزير المسؤول؟ ما يقعد يعاقب يقوله يلا توكع الله هل يعقل أن لجنة بكاملها ترفض ميزانية والحكومة قاعدة واتكلم عن الإنجاز والتنمية؟ أي إنجاز وتنمية نتكلم عنه؟ وبعد شنو؟ معهد أبحاث يعني نصرف فلوس على هذه الهيئة وهذه النتائج ليش؟ والله هذا عساس من الربع والله هذا من مفاتيحنا الانتخابية والله هذا محسوب علينا يمكن ما يكون من الوزير الحالي الوزير اللي قبله وهذه المشكلة اللي نعاني منها مع الأسف في التعيينات إن كل وزيري يبيعين ربعة وبعدين بعض الأخوة يقول لك لا هذه من صلاحيات الوزير بالتعيين عن زين الوزير مشى كل واحد بيه بربعة يا أخي نبي نعرف إحنا شنو الآلية إذا كل وزير للصلاحية واستحقاق تعيين المسؤولين وهم ربعة هذه بلوة يعني كل وزير لازم يبيع الشلالية مالة وربعة ويعينهم لأن هذا يعتبر استحقاق للوزير وهذا مثل صارخ على سوء الإدارة نتيجة وزراء يمكن أن يكون سابقين ووزراء حاليين من الممكن أن نعاني منهم في المستقبل لذلك أنا أعتقد اليوم هي يجب أن لا تمر هذه الميزانية مرور الكرام وبعض الوزراء حتنا الحضور بمناقشة هذه الميزانية أنت تعرف يعني ما احترام وتقدير بعض الوزراء أنه سوف يتناقش ميزانية كل يوم مجلس ما تحضر ويقولون ليش أن هذا التأزيم بالأكس يعني إذا أنت الوزير ما يقعد ويستمع سواء في اللجنة ويعرف الملاحظات ويتلافع يعني هو غير جاد بهذه التقارير وغير جاد بهذه الملاحظات وفعلاً أنه لو هو يدرك أن هذه الملاحظات وهذه المخالفات لديها تبعات سياسية تهدد مكانته وتهدد مركزه السياسي لا ما تجاهل هذه التقارير مع الأسف لذلك أنا أعتقد لأخي الرئيس يجب الإخوان بنجلة الميزانية جزاهم الله خير يعني سووا كل اللي يقدرون عليه لكن يقف العب الآن مع الأسف إذا الحكومة يتجاهل هذا الأمر فعلى المجلس أن يتخذ غرارات يتخذ غرارات يجب في صور فيها توافق